موسيقى نبدأ من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت اطلاق نسخة مخففة من برنامج اندرويد وفي تفاصيل الخبر ان شركة جوجل التابعة لمجموعة الفابيت اطلقت نسخة مخففة من برنامج اندرويد في الهند كجزء من جهودها وذلك لكسب الملايين من مستخدمي الهواتف الاساسية في سوق خدمات المحمول السريعة النمو وقالت جوجل ان نظام التشغيل اندرويد اوريو جو يمكن ان يعمل على الهواتف الذكية للمبتدئين ذات الذاكرة المحدودة التي قد لا تتجاوز 512 ميجا بايت وإلى صحيفة اليوم السابع ونبقى في التكنولوجيا اذ عنونت تطبيق على هواتف اندرويد يسرب بيانات 31 مليون مستخدم وجاء في الخبر ان البيانات تسربت البيانات الشخصية الخاصة بحوالي 31 مليون مستخدم للاندرويد على الانترنت وهذا بعد تطبيق لوحة المفاتيح الشهير ai.type فان ذاكرة التخزين المؤقت لملفات العملاء الخاصة بالتطبيق تسربت عبر الانترنت وهي متاحة الآن للعامة وإلى صحيفة الويامة السعودية وهذا العنوان منطقة الشرق الاوسط تسجل اعلى خسارة لخرق البيانات فقد كشف خبراء في امن المعلومات عن تسجيل منطقة الشرق الاوسط اعلى زيادة في الخسائر الناجمة عن حوادث خرق البيانات على مستوى العالم قائلين ان الشركات في المنطقة تخاطر في المتوسط بنحو خمسة ملايين دولار لكل حادثة خرق بيانات وننهي جولتنا الصحفية القصيرة من صحيفة الوطن وخبر بعنوان علماء يحاولون استنساخ ديناصور فقد قال باحث فرنسي يدعى نويمي بريبور ان امكان استنساخ ديناصور رغم اندثاره من على وجه الارض منذ مليون ونصف مليون عام مرهون بوجوده حيا حتى يتمكن العلماء من اعادة تفعيل الجينات الديناصورية القديمة ومساعدته في استنساخ حيوان جديد واضاف الباحث بان الباحثين توصلوا الى نوع من العصافير يشبه الديناصور الطائر ذي الريش وينحدر من سلالته ترجمة نانسي قنقر